مصطلح الرادع يعود الى خطابات وزير النقل بجمع طلعي لكن هذه المرة ليس ضد رواد الاضرابات او الشركاء الاجتماعيين وانما وجه للجزائريين تحديدا المتهربين من تزديد تكاليف تذكر النقل بعدما كشف بان اولاء صاروا يعرقلون دوران عجلة التنمية داخل قطاعه بهذه السلوكات فالحكومة تصرف الكثير من اجل انجاز هذه المشاريع لكنها باتت مهددة بالافلاس جراء حيال الجزائريين حسب الوزير طلعي الذي كشف في الشق المقابل بان القائمين على قطاع السكة الحديدية يحضرون لارساء تخفضات في اسعار نقل بعض الخطوط الحديدية من اجل كسب معركة المنافسة في ميدان النقل خاصة بعدما اعتمدت وسائل النقل الخاصة زيادات بنسبة 10% في قيمة تذكيرها ما من شأنه ان يرجح الكفة التجارية لصالح العموميين خطة طلعي الجديدة ارتكزت على امضاء عقد ثقة يجمعه بكل نقابات القطاع يضمن تجميد الاضرابات لمدة خمس سنوات قادمة طلعي الذي ظهر قالقا في خرجته الميدانية الاخيرة لتفقد وكلة ومنشآت السكة الحديدية في العاصمة انتقد مرات ومرات مجال وظروف تكوين مهندسية قطاع السكة الحديدية واعتبرا بان سياسة الترقيع هي المسير الحالي لحركة التكوين كما اعلن طلعي بان خط السكة الحديدية الرابط بين بيرتوتا وزيرالدا بالعاصمة سيدخل حيز الخدمة قبل ديسمبر المقبل موجه رسالة الى منتقدي سياسته المسيرة للقطاع بداع لاعب دائرته الادارية على وطر الشرك الاجنبي اكد فيها بان مشاريع السكة الحديدية في الجزائر ستتولى انجازها مستقبلا شركة جزائرية